اشتركوا في القناة سوف ااتيه وحيدا دون صحب دون حشد بيقول انا شاب عمري سبع وشرين سنة دمرت حياتي والله والله دمرت حياتي المواقع الجنسي كلما كنت اتوب استغفر بعد مشاهدة لهذه المواقع كنت اعود ازورها واتصفحها مرة اخرى ويعود الندم والتوبة من جديد لدرجة انني احضرت المصحف للأسف اكثر من خمس مرات وحالفت يمين ان لا ازور تلك المواقع الخبيثة النجسة التي دمرتني ودمرت صحتي ونشاطاتي انا الان اعلنها عهدا نهائيا مع الله ان لا ازور تلك المواقع مع انني بحمد الله متزوج زوجة اجمل من كل اللواتي في المواقع لكن الشيطان زين للنساء التي في النفس لدرجة انني لا اقرب زوجتي كثيرا بحمد الله اكرمني الله عز وجل بطفلين جميلين وصحتهم ممتازة ولكن للأسف لا اقدر نعمة الله علي ولا نعمة الزواج نعم دمرتني تلك المواقع فانا منذ بداية تصفح لهذه المواقع قبل ثمان سنوات تدنت تقديراتي بالجامعة ورسبت في الكثير من المواد والمقررات وتأخر تخرجي من الجامعة فانا المفترض ان انهي دراساتي الجامعية خلال اربع سنين لكن استمرت بالجامعة ست سنين ونص كل ذلك بسبب المواقع الجنسية وغضب الله علي وبعد تخرجي الى الان كل مشروع اعماله كنت افشل فيه انا متأكد ان ذلك كان بسبب المواقع الجنسية والافلام حتى انه والى الان ليس بيدي اي خبرة او مهنة زوجتي التقية الطاهرة تصبرني وهي لا تدري بما في الامر لا تعرف سبب فشل لي في الحياة المهنية لا تعرف حتى انني اتصفح تلك المواقع الخبيثة زوجتي كانت متفوقة في عملها تقية تحافظ على الصلوات جدا وخلوقة وحنونة ولكن انا لا استأهل هذه الزوجة انا ما استهلش الزوجة دي نعم انا طيب معها وحنون اليها واعملها بكل حب وموادة وطيلت سنوات زواجنا قبل ثلاث سنوات لم تمتد يدي عليها ولم اجرحها بكلمة وهي فوق هذا كله تعمل مدرسة وتقوم بادارة البيت بنفسها وانا الفاشل بسبب تلك المواقع نعم فاشل لا املك مهنة ولا خبرة انا لا اعرف كيف اضعت سنوات عمري كثير من الشباب في مثل سني انجزوا الكثير في حياتهم وبقيت انا تاهيها في هذه النجاسات حياتي متخبطة فاشلة عصبي على اطفالي وعلى اهلي وعلى الناس لقد عهدت الله قبل حوالي سنة ان اتوبى توبة النصوح واستمريت عليها لابثر من شهرين تحسنت حالتي بحمد الله وضبت على الصلاة على الصيام شعرت بقرب من الله شعرت معنى الاية ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحفظه والله يا اخواني فعلا وجدت مهنة وعملت باحدى الشركات براتب ممتاز ولكني في احدى الليالي فتحت على احد المواقع وذلني الشيطان واذ بعد يوم يناديني مدير الشركة ويقول لي اننا اتفقنا في الاجتماع بين الهيئة الادارية في الشركة عن الاستغناء عن احد المحاسبين وانت احدث هؤلاء المحاسبين فقررنا الاستغناء عنه فعرفت فورا السبب وندمت وندمت ولكن ما فائدت الندم وقد ايقنت ان السبب المواقع الاباحية جلست في بيتي ورجعت الحياة المظلمة ومع انني اردت الاستمرار بالتوبة الا ان الشيطان وسوس لي وفتحت احد المواقع واثناء تصفحي لتلك النجاسات حدث اكتياح اسرائيل بمنطقتنا فانا فلسطيني اسكن في مدينة نبلس وكانت اصوات الدبابات واليهود حول البيت وايقنت انها حملة تفتيش للمنازل واعتقالات حيث كانت ليلتها عملية فدائية التي قام بها احد الشباب بالهجوم على مدرفة دينية اسرائيلية وقتل العديد من الاسرائيلين ماذا افعل؟ لم استطع حتى فتح ضوء الحمام لكي استحم فانا على غيرته كنت اخف ان يتم ختلي او اعتقالي وانا نجس وبعد دقائق بدأ باب المنزل يطرق بقوة والصهينة ينادون بالعبرية افتح الباب ووقتها نزل ابي من الطابق الذي تحتنا واذا بالجدود الصهينة لم يصبروا ان يتم فتح الباب واذا بهم يحيطون بالمنزل ويسألون ابي ان كان عنده شباب وكانوا يتدفعون بسرعة على السلم فرد عليهم ابي انه يوجد ابني يكفن بهذه الشقة وقبل ان يجاوبهم كانوا قد كسروا باب شقتي بما يحملونه من مطارق ووقتها تمنيت لو انني كنت اصلي او اسبح او على الاقل نائم ولست اتصفح مواقع خبيثة نجسة اقتادوني وانا جنوب الى احدى الجهات وبعد ساعات اوصلوني وانا برفقة العديد من الشبان الى احد مراكز التحقيق وحدث معي تحقيق شديد ما هو انتماؤك ما كذا وتحت الضرب والتهديد والالفاظ الغليظة وسب الذات الالهية وسب حماس وسب اسماعيل هنية وا وا وكان لي وقتها لحية خفيفة ولكن هذه اللحية لم تكن تدينا فاعتقدوا انني من حماس وبعد التحقيق سجنوني وسحبوني الى زنزانة عبارة عن غرفة صغيرة مساحتها متر في متر وكانت معتمة وحولي حشرات كبيرة وصغيرة فجعلت اصرخ وانادي وجاءني احد الجنود وسكب علي مياه مسلجة جدا وقال لي ان لم تفكت سنضربك حتى الموت ونفعل بك يا كذا وجلست في هذه الزنزالة السيئة لمدة ثلاثة ايام واخذت افكر في حياتي وابكي لا ابكي لانني ضربت او عذبت او من اثار اصاداتي بكيت لانها الام الندم الام البعد عن الله الام التفكير في حياتي وكانت اشد علي من اي ضرب حالة النفسية كانت في اسوأ ما يكون حيث انني لم استحم من يومها منذ ان كنت اتصفح هذه المواقع الخبيثة حتى ذكر الله داخل زنزانة لم الفضه لاني كنت استحي ان اذكره وانا على هذا الحال لم اصل طلب هذه الفترة ولا استطعت ان ارفع يدي الى السماء لم اجرؤ على ذلك لانني نجس وانا اقول هذه العبارة انه نجس هذا غير صحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن لا ينجس لكن درج عليها الناس انه يقولوا ان الذي يكون على جنبه يكون نجسا لا ان المؤمن لا ينجس المهم هو بيقول كده وبعد ثلاثة ايام من العز جاءني احد الجنود وفتح الباب وقال لي سنأخذك الان الى غرفة اخرى وهناك صفعاني على وجهي وقال لي ستمكث هنا وكانت عبارة عن غرفة كبيرة نوعا ما بلا تهوية سوى نافذة صغيرة محاطة بالاسلاك والحديد ولكنها افضل من الزنزالة الاولى وبها ثماني معتقلين وبعد ساعة جاء ضابط اخر لاحضار الغذاء فقلت له اريد ان استحم فوافق والحمد لله وقام بتقييدي ودلني على الحمام وذهبت للحمام وما ادراكم ما هو ومكثت خمس دقائق قال امك خمس دقائق وتخرج فاغرقت الباب ولم استغرق في الاستحمام سوى دقيقتين من شدة الرائحة الكريهة وخرجت وطلبت من احد السجناء ملابس من وراء الباق واحضرها لي هنا صليت بعدها صلاة التوبة صليت ما فاتني من صلوات واستغفرت الله كثيرا وجلست لوحدي بعد تعرفي على زملائي في السجن وجلست افكر في السابق وفي الايام التي اضعتها في الغفلة وفي مدى النعمة التي كنت فيها وانا لم اشكر الله عليها بل عصيته وبعد ايام كان هناك استدعاء لي وامر بالافراج عني وانا الحمد لله الان حر وتبت توبة النصوحة بالسجن والان ومن يوم خروجي من المعتقل قبل حوالي شهرين لم اتصفح والله تلك المواقع وتغيرت حياتي بفعل هذه التوبة واقسم لكم اني اصبحت انسانا اخر حياتي عفيفة لا اقرب الا الحلال ونصيحتي لكل الشباب الذين يزورون تلك المواقع التي لا فائدة منها سوى انها تبعدهم عن الله وتجعلهم يعيشون ضمارا وهلاكا وفشلا وكآبة وعصبية والله لا يوجد اجمل من الحياة النقية الطاهرة في رحاب الايمان حيث السكينة والطمأنينة عرفت ساعتها قيمة زوجتي قيمة بيتي قيمة الحرية لانني لم اعد عبد الشهور بل قيمة الاوقات والسنوات التي اضعتها في الغفلة والنجاسة والكآبة قيمة ان اداعب ابني واعيش قريبا من الله هذه قصة للعبرة والعذر قصة يكتبها انسان عايش واقع مر واقع الفتن الهي فآلسني بتلقين حجتي اذا كان لي في القبر مثوا ومضجع الهي اذق لي برد عفوك يومنا بلونا ولا مال بلونا ولا مالك مشفى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة